اشتركوا في القناة مثل هذا القرار سيغلق الباب أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين ويغضي على حل الدولتين جاءت رسالة جوتيرشا ردا على رسالة أبو الغيط قبل أيام التي حذر فيها من خطورة التوجهات الإسرائيلية قال الرئيس الإيراني حسن روحني خلال مكالمة هاتفية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني إن بلاده تراقب عن كثب الأنشطة الأمريكية لكنها لن تكون البادئة أبدا لصراع في المنطقة وذكرت توسيل إعلام رسمية إيرانية تصريحات روحاني تتزامن مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران وأكدنا الجمهورية الإسلامية تراقب عن كثب كافة الأنشطة الأمريكية وكان روحاني قد دعا في وقت سابق القوات الإيرانية إلى السعي لتحقيق الاستقرار الإقليمي والحفاظ على حالة التأهب أفاد مصدر عسكري يمني عن مقتل وجرح أعداد كبيرة في صفوف قوات الرئيس عبدرب منصور هادي خلال استعادة الجيش والجان السيطرة مجددا على معسكر اللبنات والتلال المحيطة به عند الأطراف الجنوبية الشرقية لمدرية الحزم شرقي اليمن وشل المصدر في تصريح لوكالة سبا إلى أن قوات هادي حاولت استعادة مواقعها لكنها تكبدت خسائر فادحة وفقدت عددا كبيرا من قياداتها خلال الهجوم الواسع وشنت طائرات التحالف السعودي فجر اليوم ست غارات على منطقة الخنجر في مديرية خب والشعف الحدودية مع نجران السعودية لإسناد قوات هادي وكان التحالف السعودي قد أعلن يوم أمس عن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر إضافي نهاية الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة